السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الاندلس التعليمي مدرسة الاندلس التعليمية الخاصة للبانين طلاب الصفة الخامس الابتدائي نستكمل معا جولتنا في برنامج جداول البيانات برنامج الاجسل طبعا كما شرحنا في الحصة السابقة كتبنا ملف الاجسل كما هو موجود على سطح المكتب سنقوم بفتحه هكذا هذا ما كتبنا سواد اتنين وعشرين درجات ساعة وطبعا البرنامج حتى تكون بالوصول كما شرحنا من قبل ممكنك تزابي لقائمة ابدأ ثم البحث فيه من عن طريق الشريط السحب الى حرف ال اي او ان تضغط على ايكونة تاب هير تو سيرش التي بجانب ابدأ وتكتب فيه اول حرف من ال اي سيظهر برنامج اكسل اه وتبدأ بفتحه كما اه ترى وبدأنا اه نكتب كل هذه الاشياء في الحصة الماضية قمنا بالشرح في الحصة السابقة قمنا بشرح البرنامج اكسل وقلنا انه عبارة عن صفوف كما ترى واعمدة وتقابل الصف مع العمود خلية ثم نقوم بالكتبة في الخلية هكذا كما ترى وهناك عندما تقف هذه الخلية ولتكن هي دي تو وفي اليسار العلوي تجد الخلية نيم بوكس دي تو اي ان العمود اولا دي ثم الصف تو وتعرضنا كذلك الى خاصية التي تقوم بجعل ورقة العمل اتجاه اليمين او اتجاه اليسار بتذهب الى بيج لأوت ثم الضغط على ايكونة ريت وليفت ديوكمنت شيت والتي تقوم ان الضغط عليها بتذهب الى ناحية اليسار left to right او right to left sheet right to left كما طرى انتقل المستند ناحية اليمين كما طرى كاملا هكذا وتعرضنا بعد ذلك الى الحفظ بالضغط على save هكذا الفلوبي او control s واذا اردت ان تقوم بحفظ نسخة اخرى غير النسخة التي حفظناها في المرة السابقة يمكنك الضغط على fine ثم الذهاب الى save as وحفظ نسخة ثانية مع بقاء النسخة الاولى تعرضنا كذلك لكيف نكون بتغيير عنوان الخلية عنوان الخلية default هو sheet او sheet او sheet three كما قمنا في الفيديو السابق بتغيير sheet one الى درجات قمنا بالضغط يمين ثم اختيار rename او مباشرة تقوم بالضغط ضغطتين بالموس فتظلق الخلية بالاسود ثم تقوم بكتابة اسم الخلية كما ترى هذا default sheet two فقوم بالضغط ضغطتين ستتغير كما ترى وتستجيب الخلية الى الكتابة بداخلها العنوان يعني وقمنا بالتغيير في المرة السابقة الى درجات كما ترى الان سنقوم كيف نقوم بعمل تنصيق لهذا لما كتبنا صدق 22 سنتعرض سنعرض الان لك صورة تستطيع من خلال هذه الصورة ان 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 ترى ماذا سنقوم بعملية التنصيق ما دي تيز العناصر يعني كما ترى هنا في هنا المحازات محازات النص نفسه الى اليسار او يمين او وسط ومحازات اللي فوق ده دي محازات النص وده اللي فوق ده محازات ايه النص اعلى وسط اسفل الخلية يعني بالنسبة للخلية تمام اما ده فده محازات النص تمام ده محازات النص بعد ذلك اليك مجموعة الفونت وهي نوع الخط حجم الخط نكبر الخط بالاي ازا ضغط عليه نصغر بالاي الصغير هناك التعبئة الالواء اللون كما سنرى هناك اللون الخط وهناك حدود تعدل الحدود في الخلية او في الخلايا وكذلك معنى يعني عريض يعني مائل ويو يعني مسطر اللي هي مجموعة التنصيق بتاع محتوى الجدول تمام سنذهب الى المستند ورقة التعامل الذي نتعامل معه سنقوم بالذهاب الى هوم واختيار نوع الخط كما تحب فونت وكذلك نوع الخط اللي يكون مسلا 26 سيظهر لك درجة ساعد وسنجعلها بول ستجعل الخط عريض او غامق وكذلك اذا دغطت على الاي تجعله مائلا او اذا اردت مسطرا لكن لا داعي لمسطرا لناخد ستجد ساعد يبدو لك انه تدخل في العمود ب لكن هذا ليس صحيحا هو وذلك عشان نصحح هذا الكلام سنقوم بالضغط نقف ما بين اي و ب في العمود فوق كما ترى ثم نقوم بالضغط ستجد ان النص الموجود داخل الخلية فتو كولن يعني بيبقى بيعمل ايه بيعمل بعرض العمود يعني بيعمل بيعمل ضبط للنص مع العمود كما ترى سنقوم بتغيير اللون في المود الدراسية بالدرجات سنقوم بالزهب الى بتاعة اللون نضغط عليها سيتغير اللون كما ترى ثم نقوم نريد تغيير اللون بتاع البيانات اللي احنا دخلناها الاختبار والدرجات نقوم بالمحازاة هنا بقى اما ان يكون يمينا او في الوسط او يسار تمام هكذا واذا ان شاء الله ده اللي احنا احنا نتعامل معه انه تكون الاشياء البيانات الارقام والنصوص تكون في المنتصف اه هنا كل المشاكل اللي احنا قلنا عليها تدخل الاعمدة بتتقف ما بين العمود والعمود الاخر وتضغط بالفقرة ضغطتين سيكون بالضبط مباشرة ودي احنا اخدها كمان في الدرس القادم في الاسبوع القادم ان شاء الله وهكذا تجد الامور اه تمام سنقوم الان بعمل اه تعبئة الى الصف رقم ثلاثة اللي هو يشمل الاختبارات فلا تضغط من اول الصف كن بالتحديد والتظليم للخليلات وتوريد ثم نكون بالذهاب الى رمز الدورق اللي هو اللي هو نكون بالضغط عليه ثم اختيار لون المراد جعل اه طبعا يزهر لك خاصية كل تونز لما تقف على نصف او ثانية يعني ثواني وكذا اذا اردت طبعا ان تقوم بعمل حدود لكل تذهب لهذه الاداة اللي هي بوردر آآ سيلز ثم تقوم بتصديل مرة اخرى ثم تقوم ستجد خيارات عديدة اذا اردت ان يكون هناك حد اعلى بوردر طب بوردر لفت بوردر رايت بوردر نو بوردر لو مش عايز بوردر آآ اللي هي كل الحدود تمام سنكون بالضغط على نو بوردر يعني لا يوجد لا توجد او هنختار اول بوردر هكذا او بعد ذلك نقوم بنو بوردر اذا اردت لكن احنا نريد ان نحدد المحتوى سنقوم بالتصليل وده شيء مهم جدا لاحظ انه لن يستجيب لك آآ البرنامج الا اذا لم تحدد ثم نكون باختار ستجد الحدود كما ترى تم تحديد كل الخلايا تمام وهذه هي ما نريده من قائمة وقائمة المحازاة نعم وطبعا كده نكون احنا وصلنا آآ الى آآ انتهاء من الدرس آآ نتمنى ان احنا نراكم بقى طبعا في حسة تعلم عن بعض كل فيديو ان شاء الله حيكون وراه واجب ان شاء الله تتفعلوا معاه ونراكم في حسة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة